بكلمات مؤثرة إميسا مرغانم تعزي يسرى اللوزي حبيبتي وأختي وصحبتي ربنا يأويك ويصبر قلبك عرفا نفراء الأم ده صعب والأبي كمان أوي أوي إن شاء الله كلنا هنقعد معهم في الجنة حالة من الحزن تخيم على الوسط الفني وسط حالات الوفاة التي وقعت خلال الفترة الأخيرة من بينها رحيل والدة الفنانة يسرى اللوزي والتي أقيمت صلاة الجنازة عليها أمس في مسجد عمر مكرم بالقاهرة وقد ظهرت يسرى اللوزي في عدد من الصور وهي في حالة من البكاء الشديد والإنهيار بينما يحاول المحيطين بها مواساتها والتهوين الأمر عليها واحتضانها والحديث معها وظهرت يسرى اللوزي خلال تشيع جثمان والدتها إلى مقابر العائلة وهي ترتدي اللون الأبيض على العكس من المعتاد في الجنازات من ارتداء اللون الأسود وكانت يسرى اللوزي قد تحدثت من قبل عن سر ارتداء اللون الأبيض في الجنازات مشيرة إلى أنها ترتدي هذا اللون لأن والدتها سورية الأصل ويرتدون اللون الأبيض في العزاء مشيرة إلى أن وفاة الإنسان تكون فيها نوع من الراحة لذلك تشعر أن ارتداء اللون الأبيض يحمل الإيجابية ومريحا للأعصاب بعيدا عن اللون الأسود وأنهارت يسرى اللوزي في اللحظة التي نقل فيها جثمان والدتها من المستشفى من مستشفى الأنجلو بالزمالك إلى مسجد عمر مكرم من أجل الصلاة عليها تمهيدا لخروج الجنازة إلى المقابر وأصرت على مرافقتها من المستشفى إلى المسجد وقد التقطت عدسات الكاميرا تواجد روبي في ظهور نادر لها بالمشاركة في الجنازة حيث كانت ترتدي إطلال الكاجوال من اللون الأسود بالكامل وظهرت بجانب يسرى اللوزي من أجل مواساتها وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير من بينهم الفنانة مربت أمين ودنيا سمير غانم وإياذ نصار الذي وصل مبكرا إلى المسجد والفنانة فارح يوسف وسارة عبد الرحمن وأسلوى محمد علي وحنان سليمان وأيمن مسعود عضو فرقة مسار إجباري الغنائية وجاءت وفاة والدة يسرى اللوزي مساء الخميس حيث أعلن الشاعر أحمد حداد الأمر عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا دخلت بيتهم كذا مرة كذا مرة آخر مرة وشكرتني على ديوان استراتيجية القهوة وعلى قصيدة عن زوجها الصديق والأستاذ الفنان محمود اللوزي الله يرحمه هي دلوقتي راحت له بعد فراق ثلاث سنين خالص عزائي لابنتها صديقة العزيزة الفنانة يسرى اللوزي وللمخرج أحمد اللوزي وعائلة المخرج الصديق خير بشارة ومن جهته حرص المخرج خير بشارة على نعي والدة يسرى اللوزي من خلال بعض الكلمات جاء نصها أبكي منذ سماعي ذلك الخبر سديد الحزن والصادم للغاية وأرفض تصديقه أرقدي في سلام أيتها السيدة الفاضلة النبيلة الملاك الأرضي الجميل سوسان مارديني يذكر أن يسرى اللوزي فقدت والدها محمود اللوزي قبل نحو ثلاث سنوات وذلك في عام عشرين واحد وعشرين ورحقت به زوجته سوسان المارديني قبل يومين وأعلن محمد العادل خبر وفاة محمود اللوزي أنا ذاك قائلا محمود اللوزي والد يسرى اللوزي في ذمة الله كان ممثلا جميلا وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والباقية في حياتك يا يسرى فمن هي والدة يسرى اللوزي؟ يذكر أن السوسان المارديني سورية الأصل وتنتمي إلى عائلة مارديني وهي عائلة كبيرة لها أفرع في سوريا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر عملت والدة يسرى اللوزي في مصرع العرائس لفترة طويلة من حياتها وتطور عملها حتى استطاعت انتحاق بشركة وورت ديزني العالمية لأفلام الرسوم المتحركة حيث أسهمت خلال عملها في ترجمة ودبلغت الكثير من الأفلام التي مثلت علامة خالدة في أذهان الجميع لأفلام ديزني المدبلجة والتي كان من أشهرها قصص بطوط وسلسلة مغامرات وينيد دبتوب ومن المقرر أن تستقبل عائلة الفنانة المصرية العزاء في منزلها والذي بدأ أمس ويمتد حتى يوم الأحد المقبل في منطقة الزمالك حيث كانت تقيم والدتها ترجمة نانسي قنقر